السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة حماية بعض الخلايا من التعديل في ورقة الإكسل عندنا هذا المثال لدرس سابق تحدثنا فيه عن كيفية احتساب العمر بالسنوات والأشهر والأيام من خلال معادلات كما تشاهدون من خلال معادلات إلا أن هذه المعادلات لو تركت بدون حماية قد يتم حذفها بالخطأ لحماية هذه المعادلات من التعديل وإبقاء إمكانية التعديل فقط على الخلايا الأخرى نقوم بتضليل ورقة الإكسل بشكل كامل من خلال الضغط على كونترول اي ثم نقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس في أي مكان في الورقة ثم نضغط على تنسيق خلايا أو فورمات سيل تبثق لنا هذه النافذة نقوم بالضغط على تبويب حماية ثم نزيل علامة الصح عن مربع اختيار تم تأمينها ثم نضغط موافق نلاحظ أن جميع الخلايا التي تتضمن معادلات قدم إظهار علامة خضراء عليها لتنبيهك أن هذه الخلايا تتضمن معادلات وهي غير مؤمنة لتأمين هذه الخلايا نقوم بتضليلها من خلال الضغط على كونترول ثم تحديد هذه الخلايا ثم مرة أخرى نضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار تنسيق خلايا ثم نقوم بوضع صح في مربع اختيار تم تأمينها تلاحظ اختفاء العلامة الخضراء عن الخلايا التي تتضمن معادلات الخطوة الأخيرة نقوم بالذهاب إلى الورقة من الأسفل ثم نقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار حماية ورقة تنبثق لنا هذه النافذة نقوم بوضع في الأعلى نقوم بوضع كلمة المرور نضغط مثلا واحد اتنين ثلاثة في الأسفل موجودة بعض الصلاحيات التي ممكن أن نسمح بها للمستخدمين بخصوص هذه الخلايا مثلا تنسيق الخلايا مثلا نقوم بتلوينها الخلايا أو إدراج صفوف أو أعمدة إلى آخر ثم نضغط موافق تظهر لنا هذه النافذة تطلب إعادة إدخال كلمة المرور نقوم بإعادة الإدخال ثم نضغط موافق نلاحظ أننا لو قمنا بمحاولة حذف أو تعديل هذه الخلايا تخرج لنا رسالة بأن هذه الخلية تقع في ورقة محمية الآن مثلا هذه الخلية لم نقوم بحمايتها قابلة للتعديل مثلا أردنا أن نقوم بتغيير التاريخ مثلا 1.1.1950 مثلا نلاحظ قبول التعديل في هذه الخلية أو في أي خلية خارج نطاق الخلايا التي قمنا بحمايتها هذه الخلية غير قابلة للتعديل أما هذه الخلية لم نقوم بحمايتها فيتم تعديلها أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى شكرا